برضو بيتس الموسماني أبدأ إعجابه بمدافع نادي المقنون العرب محمد سمير محمد سمير وقال إنه ممكن يكون إضافة جيدة للفريق في الفترة اللي جاية لجنة التخطيط متحفزة شوية على سن محمد سمير 34 سنة دلوقتي محمد سمير انتوا عارفين كان بادئ مع النادي الأهلي وكان لعب أساسي في نادي الأهلي في وقت من الأوقات فترة من الفترات بس النادي الأهلي معترضة شوية على موضوع العمر بالنسبة لمحمد سمير برضو لجنة التخطيط والنادي الأهلي رشحوا لمسيماني علي الفيل علي الفيل واحد من المدافعين الجايدين الرائعين بيلعب في طلاع الجيش وبرضو من الأسماء المقترحة أنها ممكن يتم التفكير فيها في الفترة اللي جاية ده بيحصل ليه؟ بيحصل مع أسابة متكررة محمد متولي بيحصل مع عودة غير مضمونة في الفترة اللي جاية لبدر بنون عودة سريعة جن مضمونة لبدر بنون المدافع المغربي للنادي الأهلي فخطة فعل نادي الأهلي ما بقاش فيه غير ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيع فالنادي الأهلي بيفكر يدعم في فترة الانتقالات الحالية بمدافع آخر يكون مفيد للفريق في الفترة اللي جاية لأهلي كان عايز يستعيد محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار إلى فيوتشر لكن زي ما حراركم عارفين كانت كابتن عبزار السقق مدير الكرب نادي فيوتشر كان معانا من يومين وقال إن محمد عبد المنعم مش هيرجع النادي الأهلي في الفترة الحالية إلا لما تنتهي إعرضه ده بالنسبة للنادي الأهلي